ربع حجاب بقى وهو حجاب صعب شوية جدا جدا وهو حجاب ألام الفقد لأن في ناس كتيرة حوالينا حاسين بألام الفقد بيخليهم مهما حاولت مهما كتر الناس حواليهم هم بيحسوا بالوحش بيحسوا بالوحدة إيه اللي بيخليه الناس تفضل تتوجع من الفقد شوية معاني إحنا لازم نتكلم فيها أنا لأواني إن إحنا نتكلم فيها إحساسهم بإن أحبابهم راحوا للعدم لذلك في حقيقة لازم نعرفها إن أحبابنا اللي فقدناهم هم إحنا ما فقدناهمش هم ما أصبحوش فناء ما راحوش للعدم هم الوجودة على فكرة يتسع إن هم يبقوا موجودين معانا يعني الموت عندنا مش فناء الموت عندنا انتقال يعني لو حد من أحبابنا سكن في المحافظة اللي جنبي يبقى كده هو بقى عدم لا طبعا فلازم نفهم إن القبور دي بيوت ولذلك السلام عليكم دارة قوم المؤمنين فهم في بيوت فلازم نفهم المعنى ده لإن عدم فهم المعنى ده هيفسد الحياة كل حد فينا عنده حبيب انتقل لازم يعرف إن حبيبه انتقل وهو موجود في الوجود الأوسع فهم الاتنين موجودين في دائرة أوسع هو حي باقي في حضرة الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الجنة فهو ممكن يكون في النعيم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعرج لما وجد الأنبياء بيصلوا في قبرهم وده دليل على إنهم عايشين في حياة ثانية اسمها الحياة الوسطى الحياة البرزخية فدي حياة مش عدم احنا لما بنمر كمان على أهل المقابر بنقول لهم سلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون فلو كنا بنسلم عليهم وهم عدم كان ده يبقى عبث وده مش عبث ورسول الله قال لي من كمان قتل قريش في بدر وقال لنا إنهم سمعينه لكن احنا بنسلم عليهم عشان عارفين بنسلم على أحبابنا لما بمر عليهم على المقابر عشان عارفين إن هم بيردوا علينا السلام ومنسلم عليهم عشان نفى من العلاقة دايما بيننا وبينهم ودوات لما نفهمه يزيل كثير من الأوجاع لكن سبب مهم من أسباب الوجع الفقر إن احنا هتبرنا إن أحبابنا كمان هم اللي بيدونا المعنى في حياتنا وده معناه إن واحد بيهدم نفسه هدمي ذاتي أسوأ حاجة ممكن تعملها في حبيب ليك إن تخلي حبيبك كل حياتك فيتحول حبيبك لعب فلو جعلت كل حياتك فانتقل هو انتقل وخد مع حياتك فانت ضعت وأصبحت مشتت والحياة ما بقى شديها طعم وده كله كذب فأحبابنا ما لهم متلقين للمدد مش مصدر للمدد هم زينا هم تلقوا المدد تلقوا الحقيقة وكانوا قناة للحقيقة على أي مقالته بنت حاتم الأصم لما أراد الذهاب أبوها الإمام حاتم الأصم لما أراد أنه يذهب للحج وما كانش معهم فلوس إلا فلوس قليلة فقالت له بنته اذهب للحج يا أبي فما عيدناك رزاقة ولكن عيدناك أكلة يعني إيه اللي حاصل مش أنت اللي بتلزقنا فإحنا وأحبابنا فقراء يطعمنا الله فمحدش بيصنع حياة التاني ومن أكتر الأشياء اللي بتخلينا إحنا ما نتعفاش بسهولة من ألام الفقد حاجة اسمها الأمجاد السودة مجد متركب من وهم إن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بقدر أوجاعه إنت الإنسان عبارة عن إيه عند شوية أوجاع مع بعضها لكن في الحقيقة الإنسان يكون إنسان مش بيوجعه ولكن بوصله بوصله بالله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ساعة ما تعيش وهو معكم أينما كنتم إنت إنسان فإظهار الأسى المتكرر مش نوع من أنواع الوفاء إذا كنت بتسأل ده نوع من أنواع الوفاء لا ده علامة الوفاء إنك تعرف بإن منزلت اللي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا أن من غادروا قد أصبحوا معاني في حياتنا أصبحوا معاني في حياتنا يعني إيه وسأت قيمتهم في حياتنا فبركت النور أحبابنا اللي انتقلوا ما زالت عيشة في حياتنا لأنهم بانتقلهم أصبحوا رموز وقيم فتلاقي أحبابنا انتقلوا أصبحوا رمز للرجولة ورمز للوفاء ورمز الكرم ونفز للقرب وحبايب انتقلوا وأصبحوا دلين على الله لنا بالحنانة والصبر والعفو فجزء من بصيرة العبد في الحياة إنه يعرف القيمة وراء اللي بيعيش معاه فما فيش حد بيحيا في الحياة إلا وخلف حياته قيمة القيمة ده سر من أسرار دوام علاقتنا بحبيبنا في حياتنا ومن سر من أسرار إنك تتيقن إنك في معاية الله وأنسي الله الباقي إنه هو معاك وأن الباقي معك ما ودعك